أنا حسب وجهة نظري أن هذا المبرر حقيقة مبرر غير منطقي وغير قانوني لماذا؟ أولاً القواعد الدستورية لا يشترط أن يكون هناك قواعد دستورية مكتوبة حتى تكون هناك رقابة على الدستورية القوانين كثير من الدول لديها أعراف دستورية تحتكم إليها وهذه الأعراف استقرت في وجدان الضمير القانوني العالمي وأصبح معترف بها من كل القوانين حتى لو لم يكن هناك قانون مكتوب أو دستور مكتوب يمكن أن يكون هناك قواعد دستورية تابتة يمكن الاحتكام إليها هذا من ناحية القواعد ثانياً نحن لدينا إعلان دستوري الحقيقة توافق عليه الليبيون وانبطقت منا كثير من الارسام وتم العمل السياسي بموجبة لفترة من الزمن وهذا الإعلان في هذه الفترة المؤقتة يكفي لوضع قواعد يمكن لأن يحتكم إليها الليبيون لمعرفة هل هذا الإجراء صحيح أو غير صحيح أو هل هذا القانون دستوري أو غير دستوري أيضاً المبرر الآخر هو ما الفائدة من الأحكام إذا لم تطبق هو حقيقة أن تمرت العمل القضائي وتمرت اللجوء إلى المحاكم هو تطبيق الأحكام يجب أن تحترم هذه الأحكام ويجب أن يتعامل معها باحترام كامل ويجب على أي طرف خسر الدعوة أن يحتكم لهذا الحكم وهذا قد شهدناه في أكثر من مناسبة في ليبيا حكمت المحكمة الدستورية لا أريد أن أتكلم على القضية الدستورية الأولى في ليبيا عندما قام الملك الراحل بحل المجلس التشريعي في طرابلس وقام أستاذ علي ديب رحمه الله بالطعن على هذا الحكم وحكمت المحكمة الدستورية بإلغاء حكم الملك وقالت منه غير دستوري وتم تنفيذ حكم المحكمة العليا بالرغم من ظهور كثير من المظاهرات في ذلك الوقت الاحتجاج على هذا الحكم كانت تهتف يحيى الملك وتسقط المحكمة العليا ولكن في الواقع السياسي والواقع العملي حقيقة تم احترام هذا الحكم وتم تنفيذه وألغي قرار الملك وبقى المجلس التشريعي في العصر الحديث الآن نحن في هذه التجربة التي نمر منها بعد فترة 2011 قدت المحكمة العليا بأكثر من مناسبة به عدم دستورية بعض القوانين ولم يعترض أحد وتم تطبيقها قانون تمجيد الطاغية قامت بإلغاءه وقالت هذا القانون غير دستوري لم يعترض أحد ولا يجرم الآن من يمجد القدافي وهنا نسمع فيهم حتى على قنوات التلفزيون في الشارع وفي كل مكان يمجدوا فيه وما في حد يتعرض لحد عندما حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تقريبا تصويت على حكومة لغويل أعتقد لأ قبل لغويل معيتيق أعتقد عندما حكمت بعدم دستورية بالتصويت على هذه الحكومة لم يعترض أحد وتم تنفيذ حكم المحكمة العليا لا يعني هذا أن توقف كل المحكمة العليا وتوقف الدائرة الدستورية حتى في القضاء العادي نجد في كثير من الأحيان أحكام لا تنفذ هل هذا مبرر لقفل القضاء ويقول والله الأحكام لا تنفذ هاي نقفل القضاء وبره يا لبيين احتكموا لشريعة الغاب وقتلوا بعضكم لأن هذا منطق لا يقبلها القانون الحقيقة ولا يقبلها العقل القانوني المحكمة الدستورية يجب أن تعود لممارسة مهامها ويجب أن تفصل في كل القضايا وخصوصا في القضايا التي تتعلق بالشأن السياسي والتي ترتب على التأخير في الفصل فيها الضرر كبير لكل الليبيين أنا حقيقة أضم صوتي لكل المنادين بتفعيل الدائرة الدستورية والتصدي لهذه القضايا والفصل فيها حتى تجنب الليبيين كثير من الويلات